بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الجماعة ما حكم صلاة الجماعة؟ الجواب صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا ودليل وجوبها من الكتاب ومن السنة ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم فأما من الكتاب فقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وهذه الآية في الحرب وأثناء المعركة تكون جماعة الصلاة فهنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم فاللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب وقالوا مما يؤكد هذا الوجوب أن الله سبحانه وتعالى أمر بها مع الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك هذا في حال الخوف وحال الحرب وحال المعركة مع أن الغالب يعني هنا مما يؤكد الأمر أن الله سبحانه وتعالى أمر بها مع حال الخوف مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يشق عليهم أن يجتمعوا ويكون ذلك أدنى أن لا يطمئنوا في صلاتهم فهنا أمر الله عز وجل بالصلاة وفي حال الخوف وأمر القائد قائد الجند أن يقسم إلى طائفتين فإذا كان ذلك في شدة الخوف وفي حال الحرب فإنه في حال الأمن من باب أولاء أما السنة فالأدلة كثيرة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزا من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهنا همى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل همى أن يحرق عليهم بيوتهم لكنه لم يفعل ومنعه من ذلك ومنعه من ذلك ليست أن صلاة الجماعة لاستواجبة وإنما الذي منعه من ذلك والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل وإلا فالصلاة هنا واجبة فقد همى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل ولم يمنعه من الفعل أن الصلاة ليست واجبة إذ لو كانت غير واجبة ما الصح أن ينطق بهذا اللفظ ولكن هذا الكلام لغوا لا فائدة فيه لكن الذي منعه صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله كما يقول الشيخ بن عثيم رحمه الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى وأنه روي عن الإمام أحمد أنه قال لو لا ما فيها من النساء والذرية وهذه أيضا زيدت في الحديث يعني أنها مبرر بأنه لم يحرق عليهم بيوتهم لوجود النساء والذرية النساء لا تجب عليهم وكذلك الذلالي الصغار لا تجب عليهم صلاة الجماعة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الصلاة أهمية عظيمة حتى أنه كاد أن يحرق على الناس بيوتهم لتركهم هذه الصلاة أيضا من الأدلة أنه استأذنه رجل أعمى لا يصلي في المسجد رجل أعمى وليس له قائد يقود إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم أسمع النداء قال فأجب فلم يعدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى عن إجابة الأذان في المسجد فيصلي مع المسلمين في جماعة وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا أيضا من الأدلة من السنة ما أخرجه أصحاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وبعض الفقهاء اتخذوا من هذا الحديث أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن صلى في بيته بدون عذر مع قدرته على أن يصلي في المسجد جماعة قالوا صلاته غير صحيحة لهذا الحديث الذي ذكرنا أيضا من عمل الصحابة فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا يعني الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقاموا في الصف هذه الأدلة كلها تدل على أن صلاة الجماعة واجبة لكن قال الفقهاء أن صلاة الجماعة واجبة بقيود يعني لهذا الوجوب قيود القيد الأول أن صلاة الجماعة واجبة للصلاة الخمس وصلاة الجمعة الصلاة الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فخرج بهذا القيد الصلوات المنذورة فلا تجيب لها الجماعة يعني من نذر أن يصلي صلاة فإذا نذر أن يصلي صلاة أو نذر أكثر من شخص فإنها لا تلزمهم أن يصلها جماعة بل يصلي كل واحد منهم الصلاة التي نذرها كذلك النوافل لا تجيب للنوافل قد يسن هناك بعض النوافل ذكرناها سابقا أن تصل جماعة لكنها ليست بواجبة أيضا تجيب من القيود أنها تجيب على الرجال والرجل هو الذكر البالغ فخرج بهذا القيد النساء فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة وإذا حضرنا صلاة الجماعة فلا بأس بذلك لكن بيوتهن أحق وبقاءهن في بيوتهن خير لهن قال صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن وخرج أيضا بهذا القيد بأننا نقول أنها تجيب على الرجال البالغين خرج بذلك الصبيان غير البالغين فإنها لا تجيب عليهم صلاة الجماعة وخرج بذلك أيضا الخنثة والخنثة الذي لا يعلم ذكر هو أم أنثى فهؤلاء لا تجيب عليهم صلاة الجماعة مسألة فعلها في البيت هل فعلها في البيت يغني عن فعلها في المسجد هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم